نظمت مدرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في عزبة الثمانية التابعة لمركز كفر سعد محافظة دومياط وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد موجودين النهاردة في اليوم الأول من قافلة قرية عزبة الثمانية عزبة الثمانية دي قرية من ضمن قرى ومركز كفر سعد وهو المركز المستهدف في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة الرئاسية لتطوير القرى المصرية موجوده النهاردة في القافلة حوالي 12 عيادة خصوصية بالإضافة لتنظيم الأسرة دورة المريض بتبدأ من أول قطع التذكرة بيقطع تذكرة بالعيادة اللي هو محتاج يكشف فيها بيدخل للطبيب الطبيب بيكشف عليه وبيعمله التحليل اللازم أو الأشعة اللازمة لو هو محتاجها وبناء على القرار الطبيب ممكن المريض يدخل عيادة تانية فبالتالي المريض في اليوم الواحد ممكن يكشف تخاصية مختلفين إحنا معرفنا الكفيلة هنا مشرفيننا النهاردة جينا وقلنا نكشف كشفوا علينا مجانا قطعوا الورق مجانا وكشفوا مجانا وصرفوا لنا العلاج اللي يسلح حالهم ده كترة عشر على العشرة والشغل ماشي عشر على العشرة والكشف مية مية والعلاج عشر على عشر موجود هنا جلدية وموجود أطفال وموجود نسا وتوليد وموجود أسنان وموجود رمض وموجود عظام وموجود أطفال توجهنا أسألهم يبدأوا الساعة 9 الصبح توجهنا للوحدة الصحية أنا وأولاد الأربعة والمعين المدام بتاعتي رحنا حجزنا وكشفنا استقبال طيب من أولا من بداية من عمال حتى الموظفين حتى الدكاترة